المواجهات بالأسلحة ليست المظهر الوحيد للحرب في اليمن فالضريبة التي يدفعها اليمنيون باهظة جدا أكثرها كلفة مأساة النزوح في المساحة الجغرافية المنكوبة ومنها نحو الخارج هرب من الحرب وأثقالها تضيق الدنيا على اليمنين دون غيرهم من سائر المهاجرين والنازحين من منطقتنا العربية المنكوبة ففي هذه البقعة النائية من العالم انتهى المطاف بثمانية يمنيين توحدت دوافع هجرتهم للطرارية الطويلة باتجاه أمريكا حول نقطة أساسية وهي مغادرة ظروف السيئة التي أنتجتها الحرب والتضييق الذي مورس مع معظمهم في بلد المهجر العربي المجاور السعودية من كولومبيا إلى بنما عبر هؤلاء الحدود سالكين مسارا شاقا في غابة موحشة كغيرهم من الذين سلكوا هذا الطريق من الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر بنما وفي مخيم سيئ للغاية بمدينة دارين وضع المهاجرون الثمانية قد الاحتجاز بانتظار نتائج الفحصي والتدقيق والمقابلة التي أجريت معهم دون غيرهم من قبل فريق تابع للسفارة الأمريكية في هذا البلد يقول الناطق باسم المجموعة محمد ناصر الحميقاني وهو طبيب حديث التخرج في رسالة انتلقتها قناة بلقيس إنه مر عليهم أكثر من 26 يوما منذ أن وضعوا في مخيم بلا أدنى إمكانيات وكل ما يتطلعون إليه في ظروف كهذه أن يحظوا بظروف عيش ملائمة معلنين أنهم سيتدبرون أمرهم بأنفسهم إلى حين الانتهاء من إجراءات الفحص والتدقيق الرسمية بعد أن منعوا حتى من شراء احتياجاتهم من غذاء ومشرب في مخيم لا تتوفر فيه أدنى متطلبات الحياة الآدمية ظروف بالغة الصعوبة تواجه مغامرة اللجوء إلى الولايات المتحدة فقد جاءت في توقيت سيء وصلت فيه الإجراءات التي فرضتها الإدارة الجديدة للرئيس ترامب دروثها وشهدت قيودا شديدة على المهاجرين لم تكن موجودة من قبل وبالأخاص على المهاجرين من بلدان ستة عربية وإسلامية أحدها اليمن